مراحل مهمة طرأت مؤخرا على المجال الحضاري والعمراني نتيجة الخطط التنموية الشاملة والمدروسة ومنها التوجه إلى السكن العمودي بغيث الارتقاء بمستوى التخطيط العمراني في مملكة البحرين تفاصيل أكثر في سياق تقرير الزميلة الشوق العثمان إنجازات عدة تميزت بها مملكة البحرين من خلال أساس صلب وضع للمجال العمراني وخطط مدروسة تتماشى مع المتغيرات ما أعطى هذا المجال قصصا مهمة بدءا من التخطيط إلى التطوير العمراني وتتسع الآن رقعة السكن العمودي في مملكة البحرين بناء على توجهات السوق العقاري والمستثمرين أيضا طبعا بالنسبة حق الانتقال للتطوير والاستثمار في السكن العمودي طبعا نحن ارتقلنا أن هذه هو التوجه العام في السوق العقاري وأيضا توجه البلد ككل أنه خلاص الاستثمار يكون في السكن العمودي وبعد من جانب آخر هو اهتمام المهتمين في الاستثمارات العقارية أنهم يستثمرون مبالغهم ويضخونها في السكن العمودي فمن شذي كان هاي التوجه اللي اتخذناه حاليا وهذه توجه أغلب المطورين إن ما كان كل المطورين ومن جانب آخر أيضا نوعية الزباين اللي موجودة حاليا في السوق العقاري واهتمامات هذه الزباين تنصب كلها في استثمارات السكن العمودي فهذه يخلي الاستثمار وتطوير السكن العمودي هو استثمار وتطوير ناجح شراكة تكاملية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة أنشأت شبكة متصلة دفعت بعجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه طبعا في البداية نشكر جلالة الملك الله يحفظه على توجيهاته وأيضا مبادراته السامية اللي كلها تنصب في مصلحة مملكة البحرين ومن جانب آخر أيضا الدوائر الحكومية اللي احنا نتعمل معاها كمطورين عقاريين حاليا على رأسهم مؤسسة التنظيم العقاري وهذه كانت مبادرة جدا مميزة بحيث أنها سهلت ونظمت العملية العقارية في مملكة البحرين للاثنين لطرف المطور العقاري وأيضا للطرف الآخر اللي هو الزبون اللي هو قاعد يستثمر في السوق العقاري بالإضافة إلى ذلك مبادرة منصة الحكومة الإلكترونية جدا متميزة وسهلة الاستخدام تماما الآن أغلب الأبليكيشنات أغلب الطلبات اللي احنا نسويها تكون عن طريق الحكومة الإلكترونية فهذه أيضا منصة أخرى ساعدت في تطوير السوق العقاري أهداف التنمية المستدامة أسهمت في تطوير القطاع العمراني وتنميته حسب الخطط والبرامج الموضوعة بما يكفل الارتقاء بمستوى التخطيط العمراني في المملكة وضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية طبعا أهداف التنمية المستدامة كثيرة فإحنا إذا راح نركز على كلهم يعني راح ناخذ وقت كثير لكن الحمد لله إحنا كمطورين عقاريين قاعد نحاول نركز على هدف هدف بحيث أننا إن شاء الله نوصل إلى موافية جميع الهداف تبع التنمية المستدامة مثل مثلا الأهداف اللي إحنا قاعد نركز عليها حاليا توظيف والتركيز على توظيف العنصر البحريني في المباني اللي عندنا والوظائف الموجودة بحيث أن نحن نوفر لهم عمل لائق بحيث أنهم أيضا يستطيعون أن يساهمون في رفعة الاقتصاد البحريني ومن جانب آخر إحنا كمطورين عقاريين أيضا نحاول نركز على الجانب الرياضي بحيث أن نحن نوفر جميع الخدمات الرياضية في المباني مثل الجم مثل بركة السباحة مثل الممشى وإلى آخره وأخيرا طبعا أهم نقطة نحن نوفر حق القاطنين سكن ملائم يحفظ لهم كرامتهم ويفر لهم سبل العيش برفاهية التطوير للوصول إلى مستقبل زاهر اعتمد منذ بدئه على أسس خلق بيئة صالحة لعيش المواطن والمقيم ضمن مفردات كثيرة ومتشاعبة تهدف إلى تحقيق إنجازات حضارية ضخمة تشكل العنوان للمراحل الزاهرة المقبلة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر